مرحبا، هذا الفيديو رقم 14 من الكورس المجاني تاق مبسوطة سالمة وعنوان فيديو اليوم اضحكي كان لازم نكمل الكابسولات العشرة يلي بدأناهم بفيديو رقم 4 اللي نزل اليوم الخميس 23 كانون الثاني يناير 2020 لما بدأنا مجموعة فيديوهات سميناها كابسولات لأنه عنوان الفيديو كلمة واحدة وهدول الكابسولات العشرة أساسيين معنا بالكورس لهيك خلونا نعمل مراجعة سريعة لعناوين وموضوعات الكابسولات الأولى شربي مع رمز كاسة المي من رموز التدريب اليومي وحكينا عن أهمية شرب الماء الثانية نامي مع رمز المخدة وأكدنا على أهمية النوم لتقوية المناعة والوقاية من المرض وكمان للصحة النفسية الثالثة قومي مع رمز الحذاء الرياضي وحكينا عن الحركة والنشاط البدني الرابعة تتبعي مع رمز الفوطة الصحية وحكينا بفيديو رقم سبعة عن أهمية تتبع الدورة الشهرية مو بس بدايتها لكن مواسم البيرياضي اللي هي مثل فصول السنة شتاء ربيع صيف خريف الكابسولة الخامسة إهدائي مع رمز التأمل وإلنا أن يومنا لازم يتضمن دقائق من الهدوء الذهني والجسدي أو ما يسمى mindfulness السادسة قرري مع رمز الموبايل وتعرفنا على مصطلح Digital Detox الكابسولة السابعة خففي مع رمز البيئة وأهمية المنمالزم والاكتفاء والتخلص من الكركيب وتجنب حمى الشراء والاقتناء الهستيري التامنة تنفسي مع رمز الدواء والتأكيد على أهمية النفس العميق وعملنا سوى شوية breathing techniques التاسعة حلمي مع رمز dream catcher وحكينا أن الأحلام ليست رفاهية لكن احتياج أساسي بحياتنا اليوم الكابسولة العشرة والأخيرة وهي اضحكي لما كنت صغيرة كنت أسمع عن الناس بتحكي بطريقة سلبية عن الضحك خاصة لو كانت بنت وبتضحك بصوت عالي أنه عيب كمان الضحك كان بس للأطفال لأنه بينم عن براءة وأنه الواحد كيرفري ما على باله هم ولا غم أحيانا كنا ننظر للشخص اللي بيضحك دايما أنه إنسان سطحي وتفكيره بسيط أو تافي حتى لأننا منعطي هيبة للتكشيرة وتقل للشخص يلي ما منشوف سنانه أنه ممكن بأفضل السيناريوهات يبتسم بس وهذا الشخص بيكون ذو منصب مرموق مدير شركة مديرة مدرسة مهندس دكتورة لازم هيبة التكشيرة وبالمدرسة مين فيكم متذكر حدا من المدرسين كان يضحك أو يقول نكتة أو يشرح الدرس بطريقة مريحة لو حدا فينا صادف هيك مدرس فأنا الشبه متأكدة أننا كنا منحبه له الأستاذ ومنحبه له الأنسة يلي بتضحك معنا تخيلوا كأنه مخلوق من الفضاء مدرس وبيضحك ونفس الشي ينطبق على العيلة كمان كيف كتير من عائلاتنا كان الجدو الكبير أو البابا ما بيضحك أبدا أنا برأيي فينا نصنف مشكلتنا مع الضحك أننا راجعة لثلاث نواحي واحد أننا مننظر للضحك أنه بيقلل من هيبة الشخص وبيهز البرستيج الاجتماعي إلو اتنين أنه الضحك بمجتمعنا يدعو للتشاؤم والخوف دائما في وراهم صيبة وكأنه اليونيفرس بدي يعاقبنا على كل ضحكة تلاتة أنه الضحك انعكاس لشخصية سطحية وتفكير تافه وتوجه بالحياة تحكمه اللامبالاة وانعدام الجدية لكن بفيديو اليوم بدي شجعك أنك تضحكي وتضحكي من قلبك لأنه الضحك بطول العمر هاي مو معلومة جديدة كلنا منعرف أهمية الضحك للصحة النفسية والصحة الجسدية ولو حاولتي تفكري هو أنا يا ترى إيه ما تأخر مرة ضحكت ضحكت من قلبي عن جد ضحكت وما قدرت توقف ضحكتي لدرجة يدمعوا عيوني وصارت عضلات وجهي توجعني لهيك التغيير تبع اليوم أنك تحاولي كل يوم تلاقي شيء يضحكك لا تخلي يومي مرة عليك بدون ما تضحكي ولو لا لحظة نمي عندك حس الفكاهة اعتبرية مهارة هي يمكن عن بعض الناس تكون موهبة أنهم فعلا مهضومين بطبعهم لكن لو أنت مثلي بطبعك نكدية فصدقيني الموضوع بيجي مع التمرين وفي أمل بالتغيير لأنه الضحك علاج للنكدية والتشاؤم الضحك بساعد على التفاؤل وبيضيف جو مرح لأي موقف نحن بس علينا أنه ندور وننكش بأي موقف لو فشلت الخطة لو صار شيء نكد علينا أنه نلاقي دايما هيومر وبالأزمة طيب والتحديات حتى بالوقت الصعب يلي هو أكتر من مجرد وقت رخم حتى بوقت الأزمات وبوقت المشاكل فينا نوازن أننا نعطي المشكلة حقه بالتصرف بجدية والتفكير والقرارات وكل شيء لكن بنفس الوقت نقدر نخفف عن روحنا حتى لو ما لقينا شيء مضحك بالمشكلة نفسها نجيب شيء تاني من برا يضحكنا لو حسيت حالي أنا صار لفترة مضغوطة وعم صارع مع سترس كتير كبير حاول لاقي شيء يضحكني لأعمل دفيوز للتنشن يلي مخيم علي هاي فرصة أني أذكر ولو سريعا موقف رثاء النفس لو أنت ميالة أنك وقت المشاكل تتبني نغمة نكدية بتتطور معك لرثاء لذات هذا نصيبي أنا بعمري ما بستاهل إفرح هيمسي بورد تاني عم يجوني ويسيبوني بس أنا إلى آخره إلى آخره من مواوي لرفاء النفس بشجعك تتدربي على الهيومور والفكاهة والضحك ليخرجوك من دوامة السلف بيتي هذا التطور بمفهومنا للضحك لما صرنا نتقبله أكتر وعلى السوشال ميديا انتشرت الميمز والنكات أو البرامج الكوميدية هذا شيء حلو لكن للأسف انت جرفنا لناحية أنه النكتة صارت تشترط قلة الأدب حتى تكون النكتة بتضحك وأنا عن نفسي في نكتة إلها إيحاءات جنسية ما بتضحكني أبدا بالعكس بقرف منها وفي نكتة فيها تنمر ضد المرأة أو عنف لفظي ضد جنسيات معينة أو استهزاء بأعراق معينة في نكتة طبقية في نكتة دينية برأيي أنا هاي النكتة غير لائقة نهائيا وحقيقي ما بتضحكني لهيك بشوف أننا بموضوع الضحك مع أنه احتياج فعلا أساسي ومنحقنا بالحياة أنه نضحك لكن ما لازم نتركه يجيب الصدفة لأنه لما عم يدخل الضحك على حياتنا حاليا من السوشال ميديا عم يكون محمل بباقج يخليني أنا شخصيا انفور منه لهيك بدي شجعك بهذا الفيديو أنك تضحكي لا تخافي على بريستيجك ولا تتشائمي بمصيبة تجيلك من بعض الضحك لكن لا تستسهلي وتقبلي بأي نكتة دوري عن نكتة الزكية عن نكتة البريقة والبعيدة عن الإسفاف والخالية من التنمر والعنصرية لأنه لما بضحك على نكتة فيها تمييز فأنا بعزد هالقيم السيئة بحياتي وبيتجذر هاد التمييز والتنمر بسلوكياتي النكتة بمصر اسمها ألشي وأنا بنقهر لما بلاقي ألشات مصرية زكية ومهضومة على الفيسبوك ومهزبة وكل شي بس أنا ما عم بفهمها فبقعد بقى بزهقه لزوجي يشرح لي ياها بس كلنا بنعرف أنه النكتة لما تنشرح ولما تترجم بتبطل بالضحك لكن الفكاهة والضحك مو بس بدور عليهم بالنكتة والكوميديا أنا بحاول إخلق ببيتي ومع ولادي بمجهود وبإرادة أننا نرخم على بعض نتغالص على بعض وكعيلة نحن الأربعة يكون الضحك والفكاهة جزء من حياتنا ما فيني أولي اليومية لأني مو دايما بنجح بمشروع الضحك لكن في معظم الأيام فعلا بنحاول نضيف روح الدعابة على حياتنا العادية لأنه بدي ولادي يكبر وهني فهمانين أن الضحك لا يعني التفاهة لأننا كلنا بنواجه مشاكل صعبة وضخمة وآسية بشكل يفوق التصور بحياتنا بديهم يتسلحوا بالضحك أنهم يشوفوني أنا نفسي بيكتئب وببكي لكن كمان بحاول دور على نافذة للضحك واستغلها اضحك الصورة تطلع أحلى اضحكي حياتك بتبقى أحلى وصحتك تبقى أحسن سلامت